كان بيحب يتفرج على مسلسلاته؟ الأستاذ بالمناسبة لأستاذ والسينما حصلت حاجة في تاريخ الأستاذ الشخصية مهمة أنه في حي الحسين وهو طفل صغير أنشأه أول سينما جنب بيته فهو منه هو طفل صغير جداً بيعانده علاقة مع السينما وذلك هو بيحب السينما من طفولته فهو علاقته مع فن الكلوب الحسيني ده الكلوب العصري الكلوب العصري فهو كان عنده علاقة مع السينما من طفولته يعني إذا كانت فيه خديمة بتاخده من كل يوم توديه السينما يتفرج على السينما من هو طفل من أيام السينما الصنطة يعني هو قابل السينما من بدايتها يعني تقريباً تطور تاريخ السينما كله الأستاذ نجيب عاشوك فهو عنده علاقة مع الفن السينماي ده من زمان جداً وده اللي خلى يمكن سلاح ابو زيف يلتقته لما قرأ رواياته الأولى لأن فيها سينما فيها قاله لا عندك سينما فيها سينما وهو اشتغاله بالسينما يعني هو من الحاجات اللي هو صحيح هو اشتغل فيها بشكل لما توقف عن الكتابة بعد 52 هو توقف خمس سنوات عن الكتابة فاشتغل سينما كتير يعني بدأ وهو كان عنده تصور أنه ممكن ما يجعش للكتابة الأدبية يعني تكون الموهبة نضبت لأنه ما كانش عنده جواه رغبة أنه حينقض المجتمع القديم بعد 52 فهيكتب في إيه لحد ما كتب أولاد حارتنا بدأ اكتبها 57 ونشرة 59 فقعد خمس سنوات كان بيشتغل سينما فهو عنده علاقة مع السينما وكان محب جدا للفن السينما كان بيفضل أكتر يتفرج على شغله سينما ولا تلفزيون لا هو كان بيحب جدا أنه يعني يتابع شغله وحتى يحب يعرف رأي الناس فيه رأي الناس يعني برضه مثلا حديث صباح والمساء حديث صباح والمساء لما تعملت وتعملت مسلسل حققت نجاح كبير جدا وده عمل ما كانش كان محسن زايد بالمناس كان في رمضان عزيزي كان محسن زايد بس يعني العمل هو كرواية ما كانتش متشافة كويس لكن لما تعالجت معالجة كويسة من الله رحمه محسن زايد فاتشافت كويس وقدموا أدب لجيب محفوظ بعمق كان درسه كويس فيه فيلم كمان له كان أخرجه هاي لشين اللي هو عندما يأتي المساء فيلم تلفزيوني عبقاري من أجمل من أجمل الأعمال القديمة لجيب محفوظ